ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله من شرطة قسم بلوا قد فتح بحقه وسيجرى تشريح الجتة لتحديد الأسباب الضقيقة لوفاته وخلصت العناصر الأولى من التحقيق إلى أن الشرطي الذي أطلق النار على المغرب تصرف دفاعا عن النفس وفق ما أشارت النيابة بالفعل يوم الجمعة وكان المهاجم يتجول مساء يوم الخميس في شوارع بلوا ومسلحا بسكين وطلبت منه الشرطة إلقاء سلاحه عندما كان عند مدخل دار للمسنين لكنه صار نحوهم مهددا كما استخدمت الشرطة ساعقا كهربائيا وقادفات كورات دفاعية دون جدوى بحسب النيابة وأشار المدعي العام إلى أنه على العكس من ذلك تقدم شخص نحو الشرطة مضيفا حينها استخدم شرط سلاحه أربع مرات وأصيب بعيار النار في صدره ويقيم الشاب المغرب المجهول للشرطة والقضاء في فرنسا منذ شتنبر 2021 بمجيب تأشيرة طالب ومنذ أيام كان يعاني من مخاوف مجهولة السبب بحسب الإدعاء الذي أشار إلى أنه لم يتفوه بأي كلمة قد تكون على علاقة بمطالب سياسية أو دينية اشتركوا في القناة